قلص الرئيس البرازيلي المنتهي ولايته جايير بوليسنارو الفارقة بينه وبين منافسه اليساري الرئيس الأسبق ليويس إيناسيولا دا سيلفا بحسب ما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس قبل 11 يوما من الدورة الثانية وأظهر الاستطلاع الذي أجره معهد داتا فولها أن الرئيس اليساري الأسبق حصل على 52% من نوايا التصويت مقابل 48% للرئيس المنتهية ولايته